ده هو مورتيمر شخص استثنائي وعنده موهبة ندرة بنشوفها دلوقتي أول ما بيمسك كتاب الحواديد علشان يحكي البنته دي حدوتة قبل ما تنام وأول ما يقرأ القصة بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل وده لأن الحاجات اللي بيقرأها بصوت عالي في القصة بتتحقق في الواقع وبتتحول لحاجات حقيقية فلما كان بيحكي قصة الرداية الأحمر ظهر فعليا الرداية الأحمر على الشباكة عنده وبالرغم ان مورتيمر ما كانش يعرف أي حاجة عن موهبته لكن لما اكتشفها حصلت كوارث يلا نبدأ بعد 12 سنة بيقوم مورتيمر مع بنته في رحلة بالعربية وكالعادة بنته ماجي هي اللي بتقوله على الطريق وهو بيسوق ودلوقتي وصلوا لمحل الباين للكتب الأديمة والأنتيكات وده لأن ده النوع من المحلات اللي بيحبها مورتيمر أو على حسن ما بتقوله بنته علشان دي هي المحلات اللي ممكن يلاقي فيها الكتاب اللي بيدور عليه لأنها بتشوفه لما بيدخل كل مكتبة أديمة بيدور في كل ركن فيها عن كتاب معين وفي الآخر مش بيلقيه وبيروح للمحل أو المكتبة اللي بعدها وطبعا بيفضل يدور القاب بينفي الكلام ده ويقولها إنه هو مش بيدور على حاجة وبيدخل المكتبة بتاعة الكتب الأديمة وصاحب المكتبة بيرحب به لأنه عارف إن مورتيمر معالج للكتب التراثية الأديمة وبيسمح له إنه يتفرج على الكتب وكأن مورتيمر مسدق بدأ يجري على كل الكتب بشرف كبير ويقرب أكتر ويقرأ العنوين وأول ما بيقرأ بيسمع أصوات الناس اللي في الرواية وكأنها بيتناديع علشان يخرجها وفجأة سمع صوت الكتاب اللي هو عايزه كتاب القلب المحبر ومسك وبدأ يقرأ الأحداث من جواه وشاف صور القنفز المتوحش وعلى طول ظهر النفس القنفز قدام ماجي في الشارع بيكمل مورتيمر قراية وبيشوف الخطير ده استفانجر اللي بيلعب بالنار وهو كمان بيظهر جنب ماجي بنته وبيبدأ يتكلم معاها ويقولها إن القنفز ده اسمه جوين طبعا ماجي بتخاف منه وبتبعد عنه وهي بتقوله إنها ما بتكلمش حد غريب بس المفاجأة إنه بيقولها إنهم مش أغراب وطلع إنه عارف اسمها ماجي بتستغرب جدا هو عارف اسمها منين فبيقولها إنهم متقابلوا مرة زمان بس هي كانت صغيرة جدا وفجأة بيطلع أبوها من المكتبة ويشوفه وبيقوله بنته تروحوا العربية وتستنى لحد ما يخلص كلام معاه داست بياخد مرتمر على جنبه ويكلمه وبيقوله إنه لازم يصلح الغلط اللي عمله من 9 سنين علشان رجالة كابريكون بيرقبه وعارفين مكانه هو وبنته ومستنيين اللحظة المناسبة وده علشان كابريكون عايز مرتمر يقرأ له بصوت عالي بس ده بيرد عليه ويقوله إنه خلاص ما بقاش بيقرأ بصوت عالي دلوقت فبيقوله داست إنه كابريكون لو أبض عليه هيكبره يعمل اللي هو عاوزه ماجي بتقلع على أبوها وتروح تشوفه داست بيقوله مرتمر إنه ممكن يساعده ويخفيه عن عيون كابريكون بس بشارت إنه هو يقرأ له بصوت عالي علشان يرجعه الوطن علشان بقاله كتير في العالم بتاعهم ده وعاوز يرجع لحياته الطبعية لكن برضو مرتمر بيرفض وبيقوله إنه خلاص مش هيقرأ بصوت عالي تاني بسبب الكوارس اللي حصلت قبل كده لما قرأ بصوت عالي وقتها داست بيطلب منه يديه له كتاب وهو يدور على أي حد عنده نفس الموهبة يساعده عشان يقرأ له يعني ويرجعه موطنه مرتمر بيقوله إنه ملاقاش الكتاب ومش عارف هو فين أصلا بس طبعا داست عارف إنه بيجدب لأنه أصلا عارف يلاقيه دلوقت لما قرأ اسمه في الكتاب وده اللي خلهه يظهر دلوقت مرتمر بيدرب داست وبيهرب منه ماجي كانت واقفة وشافت وسمعت اللي حصل فبتجري وراء أبوها علشان تلحقه فبياخدها في العربية ويهربوا بسرعة وداست من وراء بيحاول يفهمه إنه بيعمل كل دا عشان يساعده ماجي مش فاهمة أي حاجة من اللي حصل الدية وبتطلب من أبوها الشرح لكن هو بيقول لها إنه بيعمل كل دا عشان خطرها هيا وأمها بس هو مش يعرف يقول لها عن التفاصيل دلوقت وهيوديها لعند عمتها في إيطاليا علشان هناك بيكون أمان أكتر ليها ولما بيوصلوا بتعمتها إيلينور اللي واضح إنها شخصية جدا عصبية شوية بترحب بيهم وبتقول لأخوها إنه كويس إنه جاء علشان عندها كتب كتير محتاجة تتصلح وتترمم ولما بتشوف ماجي بتقول لها إنها شبه أمها جدا وهنا بتسأل أخوها إذا كانوا عارفوا أي حاجة عن مراته فبيقول لها إنهم لسه ما عارفوش أي حاجة الكلام بقى رايحة على إن الأم راحت تعمل مغامرة أو سافرت من غير ما تقول لهم ومن وقتها ما راجعتش تاني ولا عارفوا حاجة عنها فبيقول لها عمتها إن أمها هاجرت وثابتهم علشان ما بتحبهمش بس طبعاً الكلام ده بيضايق ماجي وبتبعد بسرعة عنها فبيروح أبوها يتكلم معها ويفهمها إن أمها ما ثابتهمش ولا حاجة فبتسأل أبوها عن اللي حصل لأمها واللي خلاهم طول الوقت مستخبيين وليه دايماً بيهاجروا من مكان لمكان ومش مستقرين وبيسافروا ولا هي بتقدر تروح المدرسة زي بقية الأطفال وبتشوفوا وهو طول السنين اللي فاتت بيدور على أمها والكتاب وبس وهي حاسة إن في علاقة بين أمها والكتاب هي مش فهماها بس برضو أبوها بيتهرب من الإجابة وكأنه بيداري على سر كبير في حياتهم وبيطمنها إنهم هيشوفوا أمها تاني قريب وهم في البيت ماجي بتدخل مكتبة عمتها وبتفضل تتفرج على كمية الكتب اللي عندها وبتشوفها محتفزة بكتاب أثري جميل فجأة عمتها بتدخل المكتبة وبتصرخ فيها علشان تبعد عن الكتاب الأثري لإنها ما تعرفش قيمته بس المفاجأ إن ماجي بتطلع عارفة كل المعلومات عن الكتاب ده وبتقول لها إن هو كتاب فارسي قديم من القرن الثلاثاشر فبتستغرب عمتها إنها عارفة المعلومات دي وبتقول لها إنها ظهرت بلاد فارس كتير قبل كده وعملت فيها مغامرات كتير وإنها بتحب الكتب وبتجمعها من كل مكان وبتحب تعيش المغامرات اللي جوها الكتاب فبتطلب منها ماجي إنها تسيبها تيجي تقرأ في المكتبة وبتوعدها إنها هتحافظ على كل الكتب فبتقول لها عمتها إن أمها ريزة كانت دايماً تقعد في الكورسي اللي جنب الشباك ده وتفضل تقرأ في كتب المكتبة كلها أو مورتي ماري قرأ لها بس أمها كان ليها كتاب كانت دايماً تمسكه وبتديها الكتاب بتاع أمها وبتطلب منها تحافظ على المكتبة وبتاخد ماجي كتاب أمها وبتقعد في مكانها جنب الشباك وبتفضل تقرأ فيه بياخدها الوقت وبتفضل تقرأ لحد بالليل وفجأة بتبدأ ماجي تسمع الأصوات خارجة من الكتاب أو الكتب اللي حواليها ويظهر كده أنها ورسة نفس الموهبة اللي عند أبوها بس واضح أن الليلة الغريبة لسه هتبدأ بنشوف داست واقف قدام بيتهم ومعها الخنفس بتاعه وفي الوقت اللي بيكون مور فيه ماسك كتاب القلب المحبر وماجي بتحاول تكتشف الموهبة الجديدة بتاعتها وتعرف مصدر الأصوات دي منين فجأة مور بيحس بحاجات غريبة حواليه وعلى طول الباب بيفتح وبيظهر داست وبيقول له مور أنه هو طلب منه يساعده بس رفت وده اللي خلاه يتعاون مع رجالة كابريون ويجابهم معا دلوقت مور بيترعب وبيجري عشان يلحق بنته ماجي بتكون لسه في المكتبة وفجأة بيهجي معليها راجل شكله غريبه على وشه كتابة وعمتها بتدخل عليها وبيقول لها أن رجالة كتير دخلوا لبيت وبيكسروا في كل حاجة ولما كان مور بيجري عشان يلحق بنته وبيكون داست بيدور في كل مكان عن كتاب القلب المحبر وللأسف بيلاقيه وبياخدوا معاه مور بيوصل للمكتبة وبيلاقي رجالة كابريون في كل مكان وبيقطعوا الكتب وبيكسروا كل حاجة في المكتبة ويحاولوا يضربوا مور ماجي وعمتها الاتنين بيصرخوا بس رجالة كابريون مسكنهم باستا قائد رجالة كابريون بيمسك مورو بيهددوا بالسكينة وفي نفس الوقت واحد تاني بيقطع الكتب الأسري بتاع العامة فبتصرخوا تروح بكل جرأة تضربوا على وشه فباستا بيهدد مور أن هو هيروح يقتل بنته قدام عينه لكن داست بيوقفوا ويقولوا أنهم اتفقوا على أنهم مش هيئزوا حد باستا بيخاف من النار اللي طلع من إيد داست فبينفز أوامره فبيقوموا أغدين التلاتة معهم دول على قلعة كابريون ومور بيطلب من داست أنه يسيب بنته وهو هيروح معاهم لكن بيلاقي الكتاب معاه فبيغضوا منه ويقولوا أن الكتاب دا أمل الوحيدة علشان يرجع مراته فداستي بيحاول يغضوا منه هو بيقولوا أن دا برضو هو الأمل الوحيدة علشان أرجع للعالم بتاعي ماجي مش فهم حاجة وبتطلب من أبوها يفاهمها فبيحاول داستي يفاهمها لكن مور بيسكته وبياخد منه الكتاب فييجي باستا وياخد الكتاب دا وبيضرب مور على دماغه علشان يغمى عليه وبكده يعرفوا يغضوا معاهم وهم خرجين بيحرقوا كل الكتب بتاعة العم إلينور فلما بتشوف ماجي إن كتاب أمها بيتحرق في النار بتحاول تاخده فداستي بيبعد الكتاب عن النار ويجيبه لها وفي نص الطريق مور بيفوقوا بيلاقي نفسه في عربية مع أخته وبنته ومعهم رجالة كابريكون وطلعين فوق الجبل ناحية قلعة ضخمة جامد ولما بيدخل القلعة دي بيلاقوا رجالة شكلها غريب جدا وملامحها مختلفة وكمان بيلاقوا مخلوقات أغرب وكأنها من الخيال زي الحصان واحد القرن والتمسح بتاع بيتربان وغرود بالطير وكلهم مكتوب عليهم كلام غريب فبيقوموا حابسين التلاتة في غرفة واحدة فبتسألوا أخته عن المخلوقات الغريبة اللي شافوها دي فبيقول لها إن دول خارجين من كتب طبعا هي ما بتفهمش حاجة وبتستغرب أكتر لما يشرح لهم الكارثة من أولها وبيقول لهم إنه كان عايش مع ريزا مراته وبنته ماجي في بيت إيلينور لأنها كانت مسافرة وقتها فهم قاعدوا في بيتها وفي ليلا كانوا قاعدين في المكتبة وريزا كانت بترسم كالعادة وهو جاب رواية جديدة كان لسه مشتريها اسمها القلب المحبر كان مبسوط بالرواية علشان فيها مغامرات كتير وفيها وحش مرعب اسمه شادو وفي وسط ما كان مور بيقرأ لهم الرواية وهو فرحان فجأة ظهر قدامهم كابريكون اللي كان في الرواية شخص مجرم بيقطع الطرق وبيشتغل لمصلحة دوق الشر وظهر من بعد باستا المساعد بتاعه واللي مشهور بالخنجر وكمان ظهر داست مش عوز النار اللي بيلعب بالنار في الرواية وقصات كل اللي خرجوا من الرواية دول دخلت ريزا جوه في الرواية وده لإن صوت مور وهو بيقرأ هو اللي خلهم يخرجوا من الرواية دي وساعتها حاول كابريكون وباستا إنهم يقتلوا ماجي ومور لكن داستا أنقذهم وحدف النار على كابريكون وباستا ومن ساعتها ومور بطل يقرأ بصوت عالي وفضل تسح سنين يدور على نسخة لنفس الكتاب بدلا للحرقها كابريكون علشان يحاول يطلع ريزا من الرواية فبتتعصب إلينور وماجي لإن مور خب عنهم السر الخطير دا طول السنين اللي فاتت ودلوقتي مش عارفين إذا كانوا هيلقوا ريزا عايشة ولا ميتة جوه الرواية أصلا وبعد شوية بياخدوهما علشان يقابلوا كابريكون واللي بيرحب بمور وبيقوله إن استقروا مبسوط في العالم بتاعه ودلوقتي بقى غاني وعنده قلع عايش فيها مع رجالته وبيتعرف على بنته ماجي وأخته إلينور المزعجة وباللي مش بيهمها حاجة وبتفضل تزعق له علشان حرق الكتب بتاعتها بس هو بيخلي رجالته تكتفها ويكتموا صوتها وبيعرف مور على القارئ الجديد بتاعه اللي اسمه داريوس وإن هو بيقرأ زيه بالضبط وبيحول الحاجات لواقع لكنه بيتعلسم مش بيعرف يتكلم كويس فبتطلع الحاجات من الكتب يا إما مش كاملة أو فيها عيوب زي كل المخلوقات اللي انت شايفها دي في كتابة على وشها وبيديله يقرأ كتاب ريبونزل اللي شعرها طويل جدا وفعلا بتظهر ريبونزل بس من غير ما تكتمل وعليها كتابة برضو مور فهم ان كابري يكون عاوز يقرأ له فبيقوله انه مش هيقرأ حاجة قبل ما يمشي بنته وأخته بس كابري يكون بيقوله انه هيقتل أخته ويرمي بنته في البير لو ما قرأ له وش ونفذ الأوامر فبيضطر مور انه هو ينفذ أوامره فبيحذروا الأول من العواقب اللي ممكن تحصل لان زي ما فيه ناس هتخرج من الرواية فيه ناس هتدخل لجوه الرواية لكن كابري كون مش مهتم وبيديله رواية كينزة على بابا اللي بيدخل كهف مليان بالذهب ويقوت وفجأة بيقعد دهب وليقوت عليهم ومعهم واحد وأربعين حرامي وطبعا طالما دول خرجوا من الرواية فلازم يدخل مكانهم واحد من عصابة كابري كون هنا داست بيقول لكابري كون انت لازم توفي بوعدك ليا وترجعني جوه الرواية بس كابري كون بيقول له انا كنت بكذب عليكم مش هرجع حد جوه كلهم هيعيشوا مع بعض في العالم ده وهيسيطروا عليه وبياخد النسخة الأخيرة اللي موجودة معهم ويحرقوها في النار داست ومور بيحاول ينقذ النسخة لكن مش بيعرفوا وبتتحرق ايد داست وبعدها بيرجعوهم على القوضة بتاعتهم فالحراس بيقول للمور احنا مبسوطين ان انت جيت لان دا ريوس بيقرأ وحش وبيعمل لهم تشوهات في وشهم بنروح بعد كده على خادمة بتشتغل في قلعة كابري كون وكالعادة بتحاول انها تفوك السلسلة اللي رابطها بيها عشان تهرب فبيدخل عليها داست وبيطلب منها تعالج ايده المحروقة ويظهر كده انهم أصحاب أصلا وعارف انها أب كما مش بتتكلم والمفاجأ بقى ان اسمها ريزة وهتطلع هي أم ماجي اللي بيدوروا عليها بس داست ما يعرفش حاجة عنها غير انها مش بتتكلم وطول الوقت بتحاول تهرب فبتعالج له ايده وهو بيقول لها انها لازم تستسلم ومتحاولش تهرب كل شوية عشان مش هتقدر كمان بيقول لها انه عارف انها مش بتصق فيه لانه تعاون مع كابري كون لكن هو عايزها تصق فيه وتحكيله عن قصتها وعيلتها لان داريوس لما خرجها من الرواية خرجت من غير صوت اما اللي خرج من رواية علي بابا فبيحبسوهم مع امور وعيلته وبيقولهم ان اسمه فريد وعايز يرجع للعالم بتاعه اما داستي فبيحلم بعياله وزوجته اللي بتقوله يرجع لهم تاني ولما بيصحب يلاقي ريزا بتربط له ايده فبيشكرها ويسألها ارد لك الجميل ازاي فبيتشاور له على السلسلة اللي مسكاها كأنها عايزة منه يفكاها او يجيب لها المفتاح وتهرب فبيسألها هتروح لمين لو خرجت من القلعة فبيتقوم وارياه رسمتها لجوزها وبنتها ماجي ساعتها داستي بيعرف ان هي دي ريزا مرات مور اللي دخلت جوا الرواية بس داريوس هو اللي طلعها بالغلط من جرسط من الرواية فبيقرر داستي يساعد ريزا وعيلتها فبيقول لها انه هيروح يجيب لها المفتاح عشان يطلعها من هنا وفعلا بياخد القنفس بتاعه وبيخليه يروح يسرق المفتاح من الحارس وبيوديها على ريزا علشان تفك نفسها في الوقت ده بيكون مور مع عائلته وبيحاولوا يشوفوا طريقة تخرجهم من القلعة وبيجيب نسخة تانية من كتاب القلب المحبر فبيتقول له بنته ان مؤلف الكتاب اكيد هيكون معاه نسخة وقتها بيكون داست بيسمعهم وبيفتح لهم الباب علشان يخرجهم وبيقول لهم انه هيساعدهم يغربوا ويروح معهم للمؤلف وياخدوا النسخة اللي عنده وبيدي المور كتابه وبيقول له يقرأ صفحة معينة وفعلا بيبدأ مور يقرأ وفجأة بتقوم مع صفحة جامدة كل اللي في القلعة دول بيجروا يستخبوا وساعتها بتقدر ريزة تهرب بس شوية حرز بيشوفها وهي بتهرب ويجروا وراها ولما حاولت تهرب منهم داخلت جواكوخ متكسر وارض يوتو تكسرت بيها وطبعا مش هتعرف تستغيث بحد عشان مش بتتكلم وقتها العاصفة بتشتد اكتر واكتر وبيهرم مور واللي معاه بر القلعة وساعتها ريزة بتقدر تشوف جوزها وبنتها الاول مرة بعد فترة طويلة بعد تسع سنين لكن مش قادرة تنده لهم الوحيد اللي بيشوفها هو داست ولكن مش بيرضى ينقذها عشان يكملوا معاه الطريق ويجيبوا النسخة وبيقدروا كلهم انهم يهربوا في عربية ويكملوا طرقهم لبيت المؤلف ولما بيوصلوا قريب منه العامة بيتسيبهم عشان تروح بيتها بالرغم ان كلهم بيكونوا محتاجينها معاهم بس هي بتديهم فلوس وبتجيب لهم هدوم واكل وتمشي وتسيبهم وبيرفض داست انه يروح معاهم للمؤلف لانه خايف يقوله على نهايته في الرواية ويكونها يموت او حاجة المهم ان مور بياخد بنته ويروحه للمؤلف وبيقولوله على كل حاجة ولما المؤلف بيجي معاهم عشان يشوف الناس اللي خرجوا من روايته بيلقوا داست في وسط الميدان بيمارس مهنته اللي كان بيشتغلها في الرواية بيلعب بالنار وبينفخ في ايده وبيطلع نار فبينبهر بيه وبيقوله انه زي ما كتبه في الرواية بالزبط وبيروح يسلم عليه لكن بيلاقيه خايف يسلم عليه فبيقوله انه اكيد خايف عشان نهايته المأساوية في الرواية لانه هيموت في الاخر طبعا داست بيضايب وبيجي صدم وبيسأله هيموت ازاي فبيقوله انت هتتقتل على ايد واحد من رجالة كابريكون وانت بتدفع عن القنفس بتاعك لكن داست مش بيهمه كلامه وبيقوله انه مش هيحدد مصيره ولانه عايز يرجع للعالم بتاعه ويكمل حياته بنفسه بطريقته عشان كده عايزين النسخة الاصلية اللي معاه فبيروح يدوروا عليها فترة طويلة لحد ما يلقوها وبيبدأ المؤلف يفتكر تفاصيل الرواية وبيعتمنى انه هو نفسه يدخل جوا الرواية وهنا داست بيطلب من مور انه يقرأ ويدخله جوا الرواية فبيوافق مور بس الاول بيحاول يطلع مراته من الرواية ساعتها داست بيضطر يقوله الحقيقة ويعرفوا ان مراته طلعت اصلا من الرواية ولكن مش بتتكلم مور بيتعصب هو بنته لما يعرفوا ان ريزا اصلا كانت معهم في القلعة وهو ما قال لهمش دلوقتي هي بن رجالة كابريكون اللي اكيد هيقتلوها فبيسأل داست عن مكان ريزا في القلعة بس داست مش بيرضى يقوله على مكانها الا لما يوعدوا انه هيرجعوا للعالم بتاعها عشان مراته واطفاله فيوعدوا مور وبيستعدوا علشان يرجعوا ينقذوا ريزا من كابريكون وبيسيب مور بنته ماجي مع المؤلف لحد ما يروح ينقذ امها وبالرغم ان ماجي بتكون عايزة تروح مع ابوها لكن بتوعدوا وبتطلب منه يرجع امها في الوقت دا بتكون العامة الينور مستنية القطر بتاعها على المحطة عشان تراوح لكن بتحس بالزنب لانها سابت اخوها وبنته في ظروف زي دي وبتفكر انها ترجع لهم من تاني ووقتها ماجي بتكون في بيت المؤلف وفجأة بتسمع اصوات خفيفة وكأن ناس بيتكلموا مع بعض وبتكتشف ان الاصوات دي طلع من كتاب امها فبتفتحه وبتبدأ تقرأ فيه وفجأة بتلاقي الحاجات بتتحقق برضو وظهر الكلب اللي كان بتقرأ عنه لكن بتسمع خبط المؤلف على باب قدطها فبتخب الكتاب ودفتح له الكارسة بقى انه بيكون معاه باستا وشوية من رجالة كابريكون بيهددوهم عشان يعرفوا مكان ابوها وفجأة بيلووا الكلب وساعتها المؤلف لما بيشوف الكلب على السرير بيقولهم وهو فرحان ان ماجي اخدت موهبة ابوها طبعا اول ما يسمعوا الكلام دا بيفراحوا ويقارن ان هما يخدوها الكابريكون علشان تقرأ بدل ابوها ولما بيوصلوا التلاتة دول القلعة من تاني وبيحطوا خطة عشان يوصلوا بيها لقودة ريزا من غير ما حد ياخد باله بيطلعوا على صور القلعة بالراحة عشان الحراس محدش فيهم يشوفهم بس للأسف مور بيتكابل وبيسقط الحجارة من تحت رجله وهي ان الحراس بيشوفوهم وبيجروا وراهم عشان يمسكوهم بس هما بيقدروا يهربوا وبيروحوا على قودة ريزا وبيفضل داست مع فريد بره بيأمن له المكان ومور يدخل يدور على امراته ولما بيدخل لقودتها وبيلاقي حاجتها ورسومتها ليه هو وبنته ماجي فبيتأكد انها كانت هنا المشكلة ان رجالة كابريكون بيوصلوا عند الغرفة دي وبالرغم ان داست وفريد بيستخبوا ولكن برضو بيشوفوهم ولما بتتكسر ازازة من ايد فريد ساعتها داست بيحمي فريد من رجالة كابري كل حد ما يقدر فريد ان هو ينط من فوق الصور بتاع القلعة ويهرب لكن للأسف بيقودوا على داست ويخضوها السجن بس هما في الطريق حدي بيشد داست من شعره المفاجأة انها بتطلع ريزا اللي ابضوا عليها بعد ما هربت ومعلقينها فوق عشان يعزبوها وهيقتلوها بعدين فبيعتذر لها داست بصوت واطي وبيقول لها ان جزها في القلعة بيدور عليها فتنبسط وبيرجع لها الامل من تاني اما فريد فبيقدر يهرب بسرعة من القلعة وفاجأ بيلاقي مور بيشده عشان يخبيه من عيون الحراس فيحكله فريد على اللي حصل وانهم ابضوا على داست وهيقتلوه لكن يظهر ان مور موضب خطة يهجم بيها على القلعة في الوقت دا بيكون حراس كابري يكون وصله معهم ماجي والمؤلف واول ما بيشوف المؤلف القلعة بينبسط جامد وبيحس كأنه دخل للرواية والعالم بتاعه اللي كتبه بايده وبيفضل ينبهر بكل حاجة حواليه اما ماجي فبتكون ماشي خايفة وجنبها الحارس بيقولها ان اكيد كابري يكون هيخليها تقرأ حاجات تخليهم اغنى وفعلا بمجرد ما بتكون في القلعة بتبدأ تقرأ كتاب وكل اللي بتقرأه بيتحول لحقيقة زي ابوها بالزبط لكن هي بتوقف قراءة وبتسأل كابري يكون عن ابوها فيقول لها انه ما بقاش مهتم يعرف هو فين لان دلوقت بقى عنده ماجي اللي هتقوم دور ابوها ولما المؤلف بيشوف كابري يكون بيقوله انه زي ما تخيله بالزبط وشبه اللي كتبه في الرواية بالملي كابري يكون عاوز ينتقم من المؤلف علشان كتبهم بالطريقة الوحشية دي لكن بيقوله انه هينتقم منه بعد ما يسيطر على العالم وده عن طريق انه هو يطلع شادو المرعب من الرواية طبعا كلهم بيترعبوا لكن ماجي بتقوله انه مش هيقدر يخرج اصلا لانه حرق اخر نسخة من الرواية بس المفاجأة ان كابري يكون بيقولها انه محتفظ بنسخة لنفسه من زمان علشان يخرج منها شادو ويساعده في تنفيذ خطته ويسيطر على العالم وفعلا بيطلع لهم الكتاب وبيوريهم الصفحة اللي فيها شادو وبمجرد ما بيشوفه بيخافه زيادة وماجي بتقوله انها مش هتساعده في الموضوع ده فبياخدها على استجنى عشان يوريها بيعمل ايه في اللي مش بينفز اوامره والمفاجأة انها لما بتدخل بتلاقي ريزا اللي متعلقة فوق واول ما بتشوفها بتعرف انها امها فبتجري عليها بتلقائية وبتقول لها ان ابوها هنا وهينقذها امها بتفرح جامد اول ما تشوف بنتها بس بتحذرها عشان كابري يكون ما يلاحظش حاجة لكن للأسف بيكون شاف كل حاجة وشاف التشابه بينهم وعرف ان ريزا هي امها وطبعا دلوقتي بقى معاه السلاح اللي يضغط به على ماجي ويخليها تنافز الاوامر ويبعدوها عن امها وبيحبسوها في سجن لوحدها ومعها المؤلف وفي الطريق للسجن واحد من الحراس بيسأل المؤلف اذا كان ممكن يعمل تعديلات في الرواية بتاعته عشان يطلعوا شكله احلى وكمان اغنى وطلع ان الفكرة عجبت المؤلف جامد وبدأ يفكر فيها ويحاول يشوف طريقة ينافزها بيها وفي الوقت ده بيكون مور وفريد شايفين الحراس وهم بينقلوا ماجي فبيضيق مور وبيجري عشان ينقذ بنته لكن فريد بيوقفوا ويقولوا انهم لازم يلاقوا الخطة المناسبة الاول علشان يعرفوا يدخلوا القلعة وينقذوهم من غير محد فيهم يتأذى فبيروح مور مع فريد علشان يشوفوا الخطة المناسبة اما الحراس فيدخلوا ماجي والمؤلف جوا زنزانة قديمة كانت عبارة عن مدافل للناس القديمة ومليانة وبيت وهيك العظمية فبتقول الحارسة الماجي ان كابريكن عايزها تستريح علشان الليلة هتكون في احتفالات وشعوزة اللي هيحرر فيها شادو المفاجأة بقى ان ماجي والمؤلف بيلقوا داست في الزنزانة اللي جنبهم فبتسألوا ماجي عن ابوها فيطمنها انه كويس فبتقولوا ان كابريكن معاه نسخة من الرواية وهيخليها تحرر شادو فيتفاجئ داست لما بيعرف ان ماجي ورسة نفس الموهبة بس بينبسطوا بيقول لها انها كده ممكن ترجعوا للعالم بتاعه دا كل اللي همه وبيطلبوا من المؤلف انه يقلف جزء من الرواية يغير في الاحداث عشان ماجي تقرأها وتتحقق فبيحاول يكتب في الاحداث الجديدة ان شادو يخلص على كابريكن لكن مش عارف يركز علشان يكتب النص المناسب وهنا بيدخل الحارس وبيقدم الاكل الماجي علشان تجمد كده وعلى طول القنفس بتاع داست بينطع له وبياخد السلسلة بتاعته وبيديها الداست اللي بيقول للحارس انه لو عاوز السلسلة يجي اخدها فيقوم الحارس داخل لعندي داست عشان ياخدها منه وبيهادده بالسكينة بتاعته ساعتها داست بيفتح التابوت اللي قدامه وبيخوف الحارس بالهايكل العظمي فتقوم ماجي مسك عدمية قديمة وبتضربها على رأس الحارس وتغيببه وبكده بيقدر داست انه يطلع من الزنزانة ويحبس الحارس جواها وبياخد منه المفاتيح كلها وبيحاول يفتح زنزانة ماجي بس للأسف ما بيعرفشه في نفس الوقت الحارس عمال بينادي على باقي الحراس فبيخاف داست وبيكون عاوز يلحق ويهرب فالمؤلف بيقوله يستخدم النار بتاعته وفعليا بيطلع داست النار من ايده وبيحاول يفتح البوابة لكن برضو ما فيش اي فايدة فبيتأسف لماجي والمؤلف ويهرب فبيقوله المؤلف انه مش لازم يطلع عناني زي ما كتبه في الرواية بس داست بيكمل هروب ومش بيسمع وبيقدر يطلع برا القلعة كلها ويهرب لبرا بس ساعتها بيفكر في اللي عمل وبيحس المغلطان وبيرجع تاني علشان ينقذهم في الوقت دا بتكون العمه إيلينور في طريقها للقلعة عشان تنقذهم وطبعا طول الطريق بتعتب نفسها على التهور اللي بتعمله اللي ممكن يتسابف وموتها بس بتكمل طريقها عشان تنقذهم وتخلص على كابريكون داست راجع دخل للقلعة وبيحاول يستخبى من الحراس وفاجأ بيلاقي مور سحبه عشان يخبيه معاهم فبيقولهم إن مراته وبنته كويسين لكن كابريكون هيماوتهم الليلة لإن كابريكون معاه نسخة من الرواية وهيطلع شهده فبيقوله مور إنه مهما حصل مش هيقرع عشان يطلع شهده لإنه هيدمر الكل بس داست بيفاجه بإن كابريكون مش محتاجه لإن معاه ماجي بنته إلا عندها نفس الموهبة إن صدى مور وفريد المهم إن المؤلف لسه عمال بيقلب في النص المناسب وماجي بتقوله إنها بتحب الكتابة وممكن تساعده لكن هو بيقولها إنه خلاص وصل للنص المناسب بس عايز الكلمات اللي ممكن يستخدمها في الرواية بالضبط عشان تنجح الخطة فجأ بيلاقي الحراس دخله فيحاول المؤلف إنه يخبي الورقة لكن الحارسة بتشوفه وبترميها على الأرض وبتاخد ماجي معاها عشان تلبسها فستان الحفلة وبتقول المؤلف إنه هو والخادمة ريزا هيكون عشاء لشاده الليلة المؤلف بيخاف طبعا لكن المهم إنه أخد ورقة التغييرات اللي عملها في نفس الوقت العم إلينور في الغابة وقربت على القلعة في الوقت ده بيحط فيه مور الخطة المناسبة مع فريد وداست وبيكون كابريكون بيوضب القلعة بتاعته عشان الاحتفال واستقبال شاده أما ماجي فخلاص لابست الفستان المخيف بتاع الاحتفال وبتاخدها الحارسة على الاحتفال وبتلاقي المؤلف ومها محبوسين فوق وبيقول لها كابريكون لو منفزتش الأوامر هقت الأمك وهنا داست وفريد في القلعة نفسها عشان هيولعوا النار فيها ويحرقها كلها والعم إلينور راحت على المغزن بتاع كابريكون ولقى دايس أقصادها فطلبت منه يساعدها عشان تخرجوا من هنا وبتبدأ ماجي تقرأ بالراحة وبتحاول تشوفها تهرب إزاي لكن بتلاقي أبوها بينطجوا بالقلعة فبتطمن بإن حد جاي ينقذهم وبيشوف مور موراتوريزة وهي محبوسة وبتكمل ماجي القراءة وساعتها المؤلف بيطلع الورقة اللي كتبها وبيديها للكلب علشان يوصلها الماجي داست وفريد بدأوا يولعوا النار في القلعة ويحرقها كلها وفجأة بيلوعة صفة قوية هبت والكل بأمر عم اللي بيحصل فبيصرخ مرة على بنته عشان توقف القراءة لإن شادو خلاص بيصهر وفعلا تشكل كيام مخيف جدا من الدخان كابريكون ورجالته كلهم فرحانين بالظهور وكابريكون بيحييه وبيقدم للمؤلف وريزة عشان يكلهم ساعتها الكلب بيقوم ودي الورقة الماجي عشان تقرأها وتغير الأحداث لكن شادو سرخ بشكل مخيف ورعبهم كلهم وبدأ يقرب على قفى سريزة والمؤلف وماجي سرخت وأخذت الورقة وفضلت تقرأ بسرعة وقالت لشادو انه تعامل من رماض ضحايا كابريكون ولازم ينتقم منه وياجم على كابريكون وفعلا بيروح شادو ناحية كابريكون اللي بيطلع السكين عشان يقتل ماجي لكن أبوها بيهجم عليه وبيوقفه وبيمنع انه هو يأذي بنته وللأسف الحارسة بتاخد الورقة من ماجي فبيقوم كابريكون ويدرب الأب جامد ويرجع شادو لقوته لكن لما بيشوف كابريكون ان النار بتحرق القلعة بتاعته وبيهصرخ بقوه ومتدايق بس المفاجأة بقى ان إيلنور بتدخل عليهم بكل الحيوانات الغريبة اللي خرجوها من الكتاب وبيجمع على كابريكون ورجالته كلهم وساعتها مور بيروح ينقذ مراته والمؤلف فكابريكون بينادي على شادو عشان يقتلهم لكن مور بيمنعه وبيطلب من ماجي تكمل قراءة فتقوله ان الحارسة اخرت الورقة فبيدلها قلم وبيطلب منها تقلف هي الجزء اللي ينقذهم وبيساعدها المؤلف ويقول لها شوية كلمات وهو محبوس في القفص واما بتقول لها تكتب على ايدها وفعلا بتكتب ماجي على دراعها وبتغير النهاية وبتخلي كابريكون ورجالته يتحول الرماد وشادو يرجع تاني على مكانه مطرح مجاه ورجعت كل الكائنات للرواية بتاعتها ورجعت لاماها صوتها ونفزت للمؤلف الامنية بتاعته ودخلته جوا روايته داستي بيشوفهم بيكون عايز يجري عليها عشان يلحقها وترجع للرواية لكن بتتجمع ماجي مع عائلتها اخيرا وساعتها داستي بيعرف انهم مش هيرجعوه الرواية تاني علشان مراته ما تختفيش وبيمشي ويسيبهم وبيرجع مور يتجمع مع عائلته كلها وفاجأ بيسمعوا صوت انفجارات عالية وبتبدأ القلعة تنهار المفاجأ ان ماجي بتلاقي الرواية اختفت فبيخرقوا كلهم من القلعة قبل ما تنهار عليهم اما داستي فيحسوا انه خلاص بعد عن العالم بتاعه لكن فريد بيجي من وراه بيطمنوا انه هيكون معاه في رحلته وهيدوروا عن اي حد يكون عنده موهبة مور ويخلوا بعدها يقرأ الرواية اللي سرقها فريد منهم فبيرجع الامل تاني لداست وبيبدأوا رحلتهم لكن فجأة بيلا امور بيندح عليهم وبيقولهم انه وعد داست انه هيرجعوا لعالمه فبينبسط داست وبيديه الرواية وبيودعهم داست قبل ما يقرأوا وفجأة بيختفي داست ويزحى الي نفسه في العالم بتاعه وبيفضل فريد معموره مع شانطة داست اللي بيكون جواها القنفز بتاع داست وبكده هتتغير نهاية داست لان القنفز اللي تسبب في موته في الرواية مش موجود معاه ريزا وماجي بيجمعوا مع ابوهم وفريد اما داست فواصل للعالم بتاعه ولا احاببته مستنيه وفارح جدا دي كانت النهاية اشتركوا في القناة وشغلوا زور الجرس وبس كده